الأسنان الضعيفة، الأسنان الهشة دلالة على أن العظام ليست بحالة جيدة جهاز الهضم لن يكون جيداً ولذلك الاعتناء بأسنانك، اعتناء بجسمك كله حقيقة هذا المضمون سيعطي أكيد في حلقتنا اليوم مع ضيفي العزيز الأستاذ دكتور كريم مكادي أهلا بيك يا دكتور كريم أهلا بيك يا دكتور كريم إيه رايك في المشهد الكلاسيكي ده أنا موفق جداً عن الكلام ده طبعاً يا دكتور أيمان خلي بيك يا دكتور أيمان الاهتمام بالأسنان بيدينا فكرة عامة بالاهتمام بالصحة يعني اللي بيهتم بأسنانه معنا كده أنه هو بيهتم بأكله، بيهتم بقلبه، بيهتم بكل حاجة في جوانب صحته والفم هو المدخل الأساسي لجسم البني آدم يعني أنا عندي أسنان كويسة، يبقى أنا باكل كويس، ما عنديش أي مشاكل في الجسم أنا عندي أسنان مش كويسة، معنا كده أن أنا عندي فيه هايجين مش كويس، يعني فيه بكتيريا في البق اللي هي بتنزل في الجسم وفي الدم بعد كده معنا كده أن أنا باكل بطريقة مش مظبوطة، بتنزل في البطن تعبلينا مشاكل في الهضم معنا كده أن أنا البنيان الجسم كله تهد لو الأسنان مش مظبوطة فأنا موافق جداً طبعاً على الكلام ده، ولازم كان الاختبار ده يكمل لحد دلوقتي طبعاً آآ لا، هو على فكرة ماشي، يعني آآ في البلاد الأرياء، في البلاد الريفية، والقرى، بيعملوا الحركة دي ميسا بيعملوا الكلام ده؟ آآ آآ طبعاً بيعملوها، بس بيعملوها بحرفانة يعني لكن هي بتتاخد وبتتعامل، والحياة مؤثرة وصحيحة، وساعات بتبقى النتيجة عكسية تجي البنت تكسر الحاجة، سنة تتكسر، جوازة تبوز، مش جوازة بس، جاهز للأبيض والأسود والرمادي، ده في أفلام وفي فوزية ده قصص كتيرة، لا 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 فيه بول جام، تعالوا نشوفوا الأبيض والأسود والرمادي الانسان بيمشي في حياته رحلة، عايز أقولك إنها رحلة أشبه بتحدي الزمن، والمحاولة للحفاظ على أسنان إنها تبقى كويسة لكن الزمن آسي، الزمن يساوس سنان، الزمن يكسر سنان، الزمن يصغر حجم السن، الزمن يفقد السنان في النهاية المحصلة إنه الإنسان لما يمر عليه وقت يدخل في الخمسينات والستينات، يلاقي الزمن نال من أسنانه بطريقة واضحة كلام ده بيد ولا أسود والرمادي؟ والله هو يعني خلينا نعتبره الماضي، لأن لو الإنسان بيهتم بسنانه جيداً، لو هو مواظب على زيارة الطبيب، هو هيقدر يحافظ على سنانه مدى الحياة ولو خسر سنانه في فترة من الفترات نتيجة مرض، هو مش بهديه، طبعاً إحنا ضغوط الحياة كتير جداً، فالسكر والضغط بقى الأمراض بتاعت الشعب المصر كلها ولو هو ما كانش يعرف لفترة فبقى يعني بقى يوصل لأرقام كبيرة، هيبدأ يخسر سنانه بس خلينا نقول أن التكنولوجيا والمهارة والتكنيكس الحديثة خلت أن البني آدم يقدر يعيش بسنانه المدى لحد آخر عمره يعني مثلاً إحنا زي ما إحنا شايفين هنا، الراجل ده جي بالصحرة اللي إحنا شايفين فوق الشمال دي خليني يسميها صحرة، وده يعني مع كامل الاحترام، إنه هو ما عندوش سنين، هو مش قادر يتعايش، هو مش قادر يأكل، مش قادر يتكلم، مش قادر يعيش سنه أحنا طبعًا تدخلنا هناه، بعد ما عملنا الأشعاعات بتاعتنا بدأنا نزرع له الأسنان بتاعته، بعد ما زرعنا العظم اللي هنزرع جوا الأسنان بتاعته زي ما إحنا شايفين الصورة اللي تحت على اليمين، ده الزراعات بعدما تحطت، بعدما الزراعات دي تحطت، قادرنا نحمل عليها الأسنان وخرج بالمنظر زي ما إحنا شايفين فوق على اليمين المتميز، الكلاسيكي، الطبيعي، الريد، كل حاجة ح Soros وده خلي بالك إحنا هنا إحنا التكنولوجيا والعلم والتكنيكس الحديثة خلت مفيش حاجة اسمها عمر في القصة دي ولا حاجة اسمها أمراض يعني إحنا الراجل اللي فات كان عنده سكر وكان في فترة من فترات ان كنترود هو اللي خلاه يوصل للمنطقة دي وقدرنا إنه هو دلوقتي بعد ما زبط سكر إنه هو يعيش حياته الطبيعية برضو زي ما إحنا شايفين البق فاضي خالص مفيش أي أسنان وده برضو كان نتيجة سكر وعدم اهتمام بالأسنان والكلام ده كله وقدرنا إنه إحنا نزرع له ونوصل للمنظر اللي إحنا شايفينه تحته ده صورة الزراعية اللي فوق دي ده الجسم بتاع الزراعية اللي هو بيوجهه الفم ده بنسميها الأباطمنت ده اللي بيتحمل عليه التركيبة بعد كده نقدر نقول إنه العلم نال مما نال منه الزمن طبعا استطاعا يسيطر على أفعال الزمن بشكل كبير جدا زي ما إحنا قلنا أي بني آدم من حقه إنه يعب بسنان وطول حياته البردو الPRF دلوقتي مهم في الزراعة طبعا طبعا ده مهم جدا للعظم اللي إحنا بنحطه على الزراعية في حالة إنه إحنا مفيش عندنا عظم عظيم هروح للأفلام بقى دعنا بقى أشوف بقى وريك الأفلام بقى الجميلة بقى دعنا مين اللي تقول عليه حريف في عالم الزراعة؟ مين اللي تقول عليه حريف في عالم الزراعة؟ الدكتور اللي هو بيجيله المريض بعد ما يعمل أشعة مقطعية بيلاقي الجيب الأنفي بتاعه كبر وبيلاقي العظم اللي تحتيه صغير جدا فبيقدر يرفع الجيب الأنفي يحط زرعيته في أمان وسلام ومفيش أي مشاكل دون وضع في الاعتبار أي مشاكل مقابلين عظيم مين اللي تقول إنه عمل ارتكب الجريمة الكاملة؟ الجريمة الكاملة دي لسكت عندي الأسبوع ده جاي لي مريض السنانهم كانت بيوردين صور قبل ما يشتغل السنانهم كانت مرصوصة وجميلة جدا يعني كل التجميل اللي فيها محتاج إما يعمل شوية تضييض أو يركب في نيرز اللي هي العلسات الخزافية عليها وخلاص خلصت القصة جي الدكتور أمان جايد تاخ 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 حضر السنان كلها وبدأ يعمل عليها تركيبات ثابتة المشكلة مش كده بس إن هو عمل علاج عصب تحت الأسنان دي كلها يعني هو أقنع المريض إن هو يعمل له علاج عصب في أسنانه كلها ويركب له عليها تركيبات الدكتور ده أساسا مش دكتور علاج جزور فالنتيجة كانت إن علاج العصب مش معمول مصبوط فالنتيجة كانت إيه؟ المريض جايلي وشه قد بكده فطبعا دي جريمة كاملة من كل النواعين مستهد أيوة طبعا دي كده عاملة زي ما يكون واحد عنده بيت حلو خالص بيت حلو خالص وفيش أقترح عليك لا ده حد اقترح اللي يقول له لا لا ده بتاك ده وحش نهده اللي بنيه تاني مثلا حلو كلام راح هددهوله ومش بنهوله بقى ده عمله كارثة طبعا يعني مفيش بيونة أساسا أي حياتا لا أساس ولا بتاع عملوله كده راح واقع خلاص السنين كستركتور من بره وكشال العصب والأوعية الدموية اللي بتغذي السنة فالسنة خلاص وغير كده عمل إنفكشن تحت السنة فإحنا مطالبين دلوقتي إن إحنا نعالج الإنفكشن ونعالج علاج العصب البويز وبعد كده نشوف هنعمل إيه من بره هنا يعني ده الفيلم الجريمة الكاملة بس شارك المريض فيها لإنه وافئ طبعا 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 فيه إن أنا أعمل حاجة بيرفكت أوي طب ما أنت بيرفكت لا ده أوي أنا عايزي أوي أوي إما أنت مش عارف إيه هو الأوي أوي ده هو إحنا هنا هنقول عليه إنه هو مشاركة الجريمة بس بالنسبة وإيه لإنه هو مش فاهم برضه المريض ده مريضة ولا مريضة 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 أنا عارف إنها كانت مريضة المشكلة برضه عارف إيه يا دكتور أيمان إن الدكتور اللي عمل علاج عصب للأسنان دي كلها طبعا ده حاجة أجراسب جدا ودي جريمة يعني كبيرة جدا هو عمل كده ليه هو عمل كده عشان لما يجي يعمل تركيبة مش مظبوطة لما يجي يركب حاجة مش مظبوطة بتصرب حاجة المريض ما يقولوش الساعة والسخن بيوجعني لأن معنى كلمة الساعة والسخن بيوجعني إن التركيبة مش مقفولة ومعنى كلمة التركيبة مش مقفولة معنى كده إن هيخش جوه بواقي أكله بواقي عصاير وشربه وكلام ده كله هتساوس السنة اللي تحتها وبواصل لا دي مش جريمة كاملة ده خطة دي جريمة نازية يعني دي كارثية طب لأ أبو وراه عرفت من مين ده بعد الهوى عشانه عارب الهوى هروح له هروح له يعني هروح أنا أكيد معرفوش بس هروح له هجيبه يعني خلينا نروح للمتهم والجاني والبريم طيب يعني في هنا كازع متهم وكلام فضيع يعني من يروج إنه التركيبة أفضل من الزراعة مش موافق خالص ده متهم ولا جاني والبريم خلينا نقول يعني إنه هو متهم لإنه فيه بعض الأحيان الصغيرة بإنضطر إنه إحنا نعمل التركيبات زي إيه مثلا حد عنده أنت كنترول دايبيتس الرجل مش مظبط سكر بتاعه مش هقدر حطله زرعية لإنه هي هتفيل لكن لو مظبط سكر طبعا هنقدر نحطله زرعية لإن الزراعات دلوقتي يبقى فيها تكنولوجيا حية جدا زي معالجة السطح زي المعالجة بالجاما ريز ممكن يستخدم البلازمة كل ده هيساعد على ثبات الزراعية مثلا حد عنده مشاكل في الدم حد حصل له ريديو حصل أعمل علاج إشعية أو علاج كيماوي كل الحاجات دي إحنا ما نقدرش نزرع معيها فمنضطر نروح للتركيبات الزبتة بينما لو هو ما عندوش الكلام ده كله هيبقى طبعا الدكتور جاني لما هو كان هيوطره زرعية اللي هي هتحافظ على العظم بتاعه هتحافظ على ثبات الأسنان حواليه هالدنيا كلها هتبا كويسة زي ما إحنا شايفين هنا إحنا عندنا السنتين الأماميتين أو لا هنا الأربع الأسنان الأماميتين مش موجودين فحطنا له الزراعيتين اللي تحت دول في خلال تلت ساعة تقريبا وبعد كده حمل التركيبة دي في خلال الأسبوع نفسه فالدنيا بقى بيمشي زي الفل وما فيش أي مشاكل خطز طيب دي زرعية فورية زرعية فورية دي المريض يقدر لو إحنا لسه خلعين دلوقتي حالة نقدر نخلق ونحط مكانها زرعية بنفس الوقت ونركب السنة بنفس الوقت المريض يخرج بالسنة بتاعته فده يخلينا نروح لحتة مهمة جدا لو فيه سنة خالص هل أخلاحها وبعد كده فكر في الزراعة؟ لا أنا مع تفكير في خلعها لازم أكون بفكر أن أنا هزرع إذن سنذهب إلى الوهم والشك واليقين لو كان عدل الأسنان المفقودة كبير تجميل التركيبة هتكون هي الحل في هذه الحالة أو في حالة فقد أسنان كتير دوامر الشك واليقين لا هو يعني لو إحنا مفيش حاجة تمنع من الأمراض اللي هي أمراض الدم اللي هي أن كنترول والأل كنترول ديها ديابيتس أو عنده هشاشة عالية مثلا في العظم لا بل حال الأمثل هي الزراعة طبعا لأن الزراعة هي اللي بتحافظ على العظم بتحافظ على سباية الأسنان اللي حواليها بتحافظ على الرصة بينما لو كان عنده مشكلة من المشاكل دي بنبدأ نتدخل بالتركيبات السابتة زي ما إحنا شايفين فيه انهيار في الأسنان الموجودة فوق ده ما حصلش فقد لا ده هنا السنان القصارت فبنبدأ نبنيها مرة تانية ونبدأ نحمل عليها التركيبة السابتة تحت طبعا ده بعد ما بنحضر مظبوط بعد ما بناخد المقاسات دي كلها على الكمبيوتر وبنعمل الديزاين بتاعنا واللي بينقل بعد كده اللي نسرك الجهاز اللي هو بيخرط السنان الموجودة تحت دي البي اربي دي دولة تقنية رائعة جدا لضمان نجاح عمليات الزراعة أنا موافق جداً الـ PRP من أهم وموائزاتها الـ gross factors اللي فيها اللي هي عوامل النمو عوامل النمو فيها وعوامل الـ healing اللي هي الشفاء فيها ده بيساعدنا على إيه؟ بيساعدنا على تحفيز العضم اللي هو يبني بيساعدنا على تحفيز الأنسجة اللي هي تبني زي ما إحنا شايفين هنا هو في اللقطة في الأشعة اللي فاتت الزراعات بتاعتنا العضم حصل له ونموه كامل ده في خلال ثلاث أسريع ودي نتائج مش موجودة يعني ما كانتش موجودة قبل الـ PRF ده حصل اللي عضم حوالين الزراعية فطبعاً ما أقدرش أستغنى عن الـ PRP والـ PRF البلازما عامة بالمستخراجات بتاعتها ما أقدرش أستغنى عنها عندي بقى فوزير مهم قوي فوزير أستنى بقى ملقيلك الزرطين حلوين كده عجبني اللعبة ده ده الفوزير حلو قوي الفزولة الأول ده مادة المادة دي يعني مشهورة جداً ومعروفة جداً ناس كتير يمكن ما أجا أقول له بإيه مادة كذا في الأسنان ما يقولش غيرها يعني هي مادة واحدة بس الناس عرفاها كلاسيكين وأديمة من زمان قوي المادة دي ما أعرفش بقى دلوقتي أنت تقول عليها إيه أنا أصد على أن هي مادة بقى أول حال ما أصد على كالتايتينيوم أيوة تايتينيوم أيوة تايتينيوم أيوة تايتينيوم تايتينيوم هو الجسم بتاع الزراعية هو جسم بتاعيه بروسيس جداً لأنه بيحفز العظم أنه يبني عليه هو زي اكتشفوا أسلاً أن التايتينيوم ده حينجح في زراعة مثلاً الرجبة مفصل زراعة أسنان الكلام ده كله كان فيه كانوا عايزين يشوفوا الدورة الدموية بتاعت أرنب فزرعوا كاميرا صغيرة محتوضة في هاوزينج أو محتوضة في غلاف معمول من التايتينيوم لما جم يطلعوا الكاميرا دي لقوا أن العظم بنى على الهاوزينج ده فمن هنا بدأت السكة دي كلها البرانش ده كله اللي هي الاستعادة بمستخدمين التايتينيوم وما لو أن العظم بيحب التايتينيوم بالزبط كده طيب السؤال الجايد ده سؤال سهل جداً لأنه إحنا متكلمين عنه مادة دلوقتي بتحبوها جداً جداً لها فوائد استخدامية جبارة وزي ما بقولوا من دأنه وفتله من الإنسان هي طبعاً تيريف طبعاً 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 محبوبة الدكاتر يعني أصلي دي سهلت كل حاجة أصارت الوقت في كل حاجة عملت النتائج المثالية أنا بايخد من جسم البني قدم حاجة بتاعت البني قدم بتساعد إنه هو يحصل النمو التام تساعد على نجاح الزراعية دي رافعت نسبة نجاح الزراعية بالنسبة كبير جداً رافعت نسبة نجاح زراعة العظم بشكل كبير جداً فطبعاً الـ PRF دي من الأساسيات طب الأسنان دولار الحقيقة أنا بستمتع بحوارك جداً حوار ثالث ومستمتع بقى أنا جيت لك الأفلام والفوزير لأن دي طلعت ملفات واضح إنها بقى أنتم أكتير عندكم ملفات عار ملفات كريمة كاملة ملفات منسية ملفات مهمة جداً وبيعجبني فيك أنت بتحكي بقى القصة بدقة يعني إذا أنت بتيجي وأعزقت في المرات الجاية بقى كل بتيجي في إيدك كريمة تقول خليها يا عم دي خليها ليوم للتين جاي نحكي فيها أنا عجبني جداً شكل البرنامج بالفوزير والأسئلة دي ده ده وليس؟ بيخلي في حركة جامدة بنا وبين بعض يعني لا لا وليس لا لا واللي جاي أحلى والإنتروهات والحاجات اللي بتبقى فأقولوا وإحنا بنعمل بنحاول إن إحنا وعايز أقول كمان إن الإعداد أبديتت جداً هو فاهم طبعاً عجبني إن هو بيتكلم على الـ PRF PRF في دكاترة دكاترة فعلاً كثير ما يعرفوش عنه PRF زي حاجة يعني the most recent استخدام الـ PRF في زراعة في دكاترة كثير جداً ما يعرفوش الكلام ده فماشاء الله إنت لورتنا وأسعدتنا وأنا دائماً بقول دائماً يعني كل أسبوع وكل يوم بتثبت لي إن اسم يضع بقوة مكانة كبيرة بين الكبار في عالم الأسنى ضيف العزيزة لصد دكتور كريم مكادي كان في الناس الحلوة خليكوا دايماً مع الناس الحلوة ترجمة نانسي قنقر